مرحلة التعليم إلى 64 مدرسة أكد وزير التربية والتعليم أن تدشين البرنامج التعليمي الجديد لتدريس الطلبة بطيئي التعلم والتوسع في برنامج توظيف تكنولوجيا التعليم في تدريس الطلبة ذوي صعوبات التعلم يأتي في إطار تجربة مملكة البحرين الرائدة في توفير الخدمات التعليمية المناسبة لجميع الطلبة بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتوفير الخدمات التعليمية التي تساعد الطلبة على الارتقاء بتحصيلهم الدراسي وأشار الوزير إلى ما تحقق من نتائج مشرفة في 81 مدرسة مخصصة للدمج ومن أبرزها النجاح في دمج 115 طالب توحد من بينهم 32 طالبا تم نقلهم كليا من الصفوف الخاصة إلى العادية لتمييزهم أكاديميا اليوم نجحت وزارة التربية والتعليم في دمج الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال 81 مدرسة تم تجهيزها وإعدادها على الصعيد البشري أو على صعيد التجهيزات لاستقبال هؤلاء الأبناء وحتى يستطيعوا يحصلوا على التعليم بالصورة الصحيحة الذي يساعد على رسم ملامح المستقبل لهم بإذن الله تعالى والوزارة تنفذ بهذا الجانب توجيهات قيادتنا الحكيمة فجلالة الملك يحفظه الله ورعاه يؤكد دائما على تقديم أفضل خدمات تعليمية للأبناء الطلبة في مختلف المراحل الدراسية بطار هذا الاحتفال تم تجهين مرحلة مهمة من استخدام التمكين الرغمي من خلال المنظومة الإكترونية التي تساعد الطلاب من فئة بطيء التعلم هذا وقد اطلع الوزير خلال الاحتفال على نماذج من الخدمات التربوية والتعليمية المقدمة في مدارس الدمج والأثر الإيجابي الذي حققته على مستوى الطلبة وخاصة من خلال الاستفادة من الإمكانات التي وفرتها الوزارة في مجال التمكين الرغمي في التعليم نستخدم الاستفادة الدكية الاعداد الكلمات الاعداد الكلمات التكنولوجية والألعاب ثم قام الوزير بالاطلاع على تطبيق مشروع بذرة عطاء الزراعي الذي يتم من خلاله تزويد الطلبة من ذوي الإعاقة الذهنية ومتلازمة داون بمهارات الزراعة وبعدها توجى الوزير المدارس الفائزة في بطولة خماسيات كرة القدم للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمرحلة الثانوية ترجمة نانسي قنقر